أكد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن تطوير التشريعات الوطنية لتلبية متطلبات التنمية غاية يتطلع إليها المجلس ويعمل على تحقيقها وفق الرؤية السامية لجلالة الملك المفدى يده الله بما يعزز دولة المؤسسات والقانون وينهض بالقطاعات الاقتصادية والخدمية وأشار معاليه إلى مواصلة التعاون القائم مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بالتشريعات الوطنية ودعم السياسات والبرامج والخطط التنموية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين كما نوه معاليه بما اتخذه مجلس الوزراء من خطوات خلال اجتماعه الأسبوعي بشأن الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بخصوص الدفعة الأولى من التعديلات التشريعية بما يعكس الدعم المستمر لعمل السلطة التشريعية ودورها في تحديث التشريعات والقوانين بما يواكب التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات اشتركوا في القناة